اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وأسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي طبعا في هذا البرنامج نفتح الأبواب للتواصل معكم عبر الرسائل النصية على الرقم 4006 وعلى رقم الهاتف 600551414 نفتح أبواب التواصل معكم أيضا عبر حساباتنا في الانستجرام موجودين معاكم لايف عن طريق DHA underscore دبي وأيضا عن طريق إذاعة نور دبي فاللي حاب يتابعنا وعنده أي استفسار عنده أي ملاحظة عنده أي اقتراح ممكن أن يساهم في تطوير الخدمات الطبية المقدمة في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام فالمجال مفتوح أمامكم عبر طرق التواصل اللي ذكرناها كل التحية لمخرجنا أي مسر حيل وأيضا في التنسيق معنا حمد المعيوف وأيضا كالعادة دكتورة ندا صباح جلال بالخير صباحكم الله بالنور والسرور طيب دكتورة في بداية هذه الحلقة خلينا بس نتوجه إلى التنويه عن التأمين الصحي طبعا كلكم تعرفون أن في رابط خلتها صممتها هي الصحة في دبي لخدمات التأمين الصحي وهو www.isahd.ae لهو إسعاد isahd.ae تدخلون على الرابط تدخلون كافة المعلمات عن التأمين الخدمات الباقات المستحقين ومثل ما دائما يقول محمود ودكتور حيدر كان دائما يقول صلح أوضعكم مجموعة من الحين لأنه قبل ما تنتهي فترة التمديد وبعدنا نحن تبتدي بالغرامات طيب أيضا دكتورة لدينا خبر جميل يقول الخجر من السمنة يزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والطرابات الأيض وهذا جميل جميل للي يستوعبه أظهر الدراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من الشعور بالخجر من فرط سمنتهم تزداد لديهم فرص إصابتهم بأمراض القلب والطرابات الأيض وركز الباحثون في هذه الدراسة على ما يعرف باسم متلازمة الأيض وهي مجموعة مخاطر تتعلق بأمراض القلب والجلطات والسكري ومن يعاني من تلك المتلازمة يعاني كذلك من ثلاث على الأقل من المشكلات الخمس التالية زيادة الدهون في منطقة الخصر زيادة في مستوى الدهون الثلاثية وانخفاض مستويات الكورسترول الجيد وارتفاع ضغط الدم وزيادة مستوى السكر في الدم توصلت الدراسة لأن الذين يعانون من الخجر بسبب سمنتهم زاد احتمال تعرضهم لمتلازمة الأيض على الأرجح بنسبة 41% مقارنة بمن لا يعانون من ذلك الخجر بعد وضع مدى الإحباط ودرجة السمنة في الاعتبار رئيسة فريق البحث ريبيكا بيرل الباحثة في علم النفس في جامعة بنسلفانيا في أمريكا أن الشعور تقول أن الشعور بالخجل من السمنة يولد ضغطا نفسيا يصاحبه ارتفاع ضغط الدم والإصابة بنوع من الالتهابات الالتهابات طبعا أضافت أن مثل هؤلاء الأشخاص ربما ينخرطون في سلوكيات غير صحية للتغلب على القلق مثل الأفراط في تناول أطعمة معينة تشعرون بالراحة لكنها تحتوي على مستوى مرتفع من السعرات الحرارية طيب قبل أن نعلق على هذا الخبر خلينا نتوجه عند أسمة ناخذ بس لمحة سريعة على قنوات التواصل الاجتماعي عندنا وبعدها ما نرجع ما نتكلم عن هذا الموضوع صباح جل الله بالخير يا أسمة أي شامعكم أهلين حبيبتيش أخبارك صباح الله بالنور والسرور اليوم جميل وأتمنى تكون رسالتنا صباحية جميلة بجمال هذا اليوم لا ما تكون جميلة إن شاء الله رسالتنا صباحية لا نعترف بوجود المستحيل في دولة الإمارات وأن أردت أن تحقق ما تتمنى فعليك أن تؤمن بعدم وجودها وهذا اللي دائما يأكد عليه صاحب اسمه وشيخ الحميد بالراثدان مستحيل صحيح صحيح يا أسمة إنزيل شو عندنا حين ترندي أو في مواقع التواصل الاجتماعي حاليا نحن بنغطي إن شاء الله منتدى التحول المؤسسي وهو منتدى ربع سنوي نقوم فيه في الهيئة لتحقيق الهداف الاستراتيجية المستقبلية للهيئة جميل طبعا هالمنتدى تكلمنا عنه أمس مع دكتور محمد رضا قلنا عن شو محاور المنتدى صحيح محمود صحيح أنا خلينا عاد مشغول هيا مشغول حمود بالله جميل يا أسمة واليوم بيكون لدينا العيادة ذكية بعد أيضا العيادة ذكية راح تتسلم عن أمراض الفرطان بمن نسبة إنه كان يوم السبت واليوم العالمي لأمراض الفرطان راح تكون معنا دكتورة ندى حمزة من مستشفى الزي وهي خصائية أورام آه جميل يعني بيكون في ثلاث مختصين موجودين من الأورام وعلاج الطبيعي والتغذية أتوقع لين في العيادة الذكية اليوم من العيادة الطبيعي في أشياء بسيطة لا في السبتان لكن غالبا بيكون تركيز على الأورام جميل جميل يا أسمة ونسأل العافية إن شاء الله للجميع اللهم آمين وصباح الجميل يا أسمة وإن شاء الله استمتعين بباجي هذا اليوم الحلوم إن شاء الله إن شاء الله كل شكر للزميلة أسمة الجناحي أيضا دكتورة كنا نتكلم عن الخجل من السمنة أنا لاحظ في بعض الممارسات الشخصية مع عدد من الزملاء اللي عندهم سمنة أولا زايد وزنهم فمجرد ما أني أقول إن أنت وزنك زايد ولا يا أخي ها شو ها الكرش متبت شلة يحس إن يا أخي لا تحبطني يا أخي ما أدري كذا يا أخي انتبه صحيح ممكن صح محمود صح ولا دكتورة صح بس ممكن الناس تتحسس يعني تعرفوا المجتمعنا فيه أشياء معين ناس تتحسس مثل زيادة الوزن القصر أحيانا بعض الأشياء نون البشرة فالناس أحيانا تتحسسهم بعض المواضيع ولكن أنا دائماً أقول واحد ما ياخذ كل تعليق كانتقاد محبط فكر في التعليق اللي ينقال لك خصوله ونقال أكثر عن مرة ممكن فعلاً فيه مشكلة بس أنت متجاهلينها والشخص الثاني حاول يفت انتباهك لها باب الدعاء فلا تاخذوا كل التعليق بحساسية زيادة عن نزوم تردني إلا يومين واسع صدركم طيب فيه سؤال يقول متلازمة الأيض ترفع نسبة الإصابة بتخثرات الدم في الساقين أو الشرايين الرئة أو شرايين الرئة خصوصاً في فترة العمليات ممكن هو يعطينا معلومة أتوقع إنه صح احتمال زي خطرة أجلطات هذا دكتور سليمان حياة كله دكتور طيب ويعطيكم العافية أيضاً ممكن تعديل رؤية زاوية الكاميرا حاضر ما أدري أتشده ممكن يكون مناسب نزيل نحاول طيب كانت هناك بعض الطلبات دكتورة كانوا يابون يتكلمون عن الأنظمة الغذائية الجيدة اللي الواحد ممكن يتبعها فيبغونا نتكلم عن هذا الموضوع لازم أن يبدأ ترفع عايش تتكلم بإسهاب أي بس خلينا نعطيه بس بشكل سريع نصيحة المفروض يخدوم فيها كنظام غذائي صحي أي دائماً اعتبر نظام غذائك الصحي بيكون أسلوب حياة إذا أنت فكرت فيك أسلوب حياة بيكون نظام ناجح لا تفكر أبداً تغيير في نظام حياتي نظام أكلي اليومي بيكون الفترة محددة لقصد الوصول لهدف معين مثلاً أنقص وزني أعدل سكري دائماً نعتبره كخطة طويلة الأمد حياتك كلها فلا تقوم بتغييرات كبيرة يعني الناس مثلاً ممكن لحين ناس مثلاً تاكل واجبات كبيرة خمس واجبات في اليوم ويأخذون سناكس الكاكاو الحلويات وفجأة ينقلب 180 درجة إلى النظام صحي تماماً تماماً يعني يقلل اللحم وايد ما في أبداً أي سناك صغير كلها خضرة ما يأكل عيش أبداً هذا يكون سلوب غير مستدام لا تستطيع الاستمار عليه فداماً لما تسوي التغيير احرص أن يكون في نطاق المعقول وحطه بالك اللي بيكون للعمر كله يعني خطة طويلة الأمن عشان تقدر تكمل عليه وتوصل للنتائج ببطء النتيجة التيك سريع ترى تروح عنك بسرعة صباح الخير يا حلوين شو هاي الطلة الحلوة يا الشقيق يا هلا صباح الخير لما ننتاج على روسهم أيضاً كل الصباحات ما شاء الله يصبحون عليك يا دكتورة صباحكم مرد عموماً نحن بعد الفاصل بإذن الله هل يمكن الاعتماد على الميزان فقط في تقدير مقدار السمنة دكتورة؟ لا مو بشرط فيه وايد ناس جسمهم في الميزان يكون رقم زين يعني ما يبين أنه ممكن يكون شوي وزينهم زايد ولكن لما نسوي تحليل كتلة الجسم يطلع عندهم كلسترول عالي الدهون وايدة السكر مش منتظم الميزان مجرد رقم لعتمدون عليه 100% صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائماً إذاعة نور دبي طبعاً أثناء الفاصل كان عندنا حديث مع المتابعين وهناك أسئلة وهناك الكثير كان يتكلمون عن موضوع الوزن ولكن نحن ما ننتقل للحديث عن موضوع آخر ولكن قبل ذلك خلونا ناخذ هذه المداخلة معنا خليفة أخوي خليفة ساعة معيكم لا ما يرد ما يرد ما يرد إذا حبيت تصل فينا مرة ثانية إن شاء الله دكتورة يعني مركز زعبيل الصحي هذا واحد من المراكز الجديدة التي انضمت إلى يعني قافلة هيئة الصحة بدبي قافلة مراكز الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي هذا المركز هو المركز الوحيد في العالم المركز الوحيد في العالم اللي حصل على الاعتماد الدولي الجي سي آي بنسبة مئة في المئة زين وهذا يعني حتى لدرجة أن رئيسة المؤسسة يت ووصفة المركز بأنه أصبح مرجع عالمي بخدماته وتجهيزاته وأصبح مهيئ لصياغة استاندر عالمي للرعاية الصحية الأولية يسجل باسم مدينة دبي هذا إنجاز كبير تحقق في هيئة الصحة بدبي يعني تخيله أمية بالمية المعايير أمية بالمية ما فيه ولا غلطة ما حصلت ولا شيء سالب بالسالب كل شيء حصلتها كان موجب نحن نتكلم عن هذا الموضوع معنا في الستوديو الدكتورة تليثم المزروعي مدير مركز زعبيل صبحت الله بالخير دكتورة بالنور والسرور أخي محمود بسم الله الرحمن الرحيم أولا نشكرك أخي محمود على تحت الفرصة لنا للحديث عن مركز زعبيل الصحي وهذا الإنجاز العالمي الحمد لله رب العالمين ونحن هذا مبغريب على دولة الإمارات فنحن في دولة الإمارات دايما نقول أن نحن نسعى للمركز الأول بالفعل نحن حققنا المركز الأول في كافة الميادين وهذا مثل ما قالت أسمع منه شوي أن نحن في دولة الإمارات لا نعترف بوجود المستحيل فنحمد لله رب العالمين كان لنا شرف أن نكون من ضمن طاقم العمل على هذا الإنجاز العالمي الكبير طيب دكتورة يعني هذا إنجاز كبير مثل ما ذكرتيه لأهمية ويعطينا أيضا انطباع بشكل عام عن الخدمات اللي في المركز فأول شيء خلال نتكلم عن أهمية هذا الإنجاز نعم مثل ما تعرف أخي محمود مركز زعبيل الصحي هو مكرمة غالية من حرم صاحب السمو شيخ محمد بن راشد حفظه الله نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو شيخة هند من المجتوم من جمعة المجتوم وهي طبعا شرفتنا بزيارتها الكريمة في أول يوم لافتتاح المركز الصحي واطلعت على جاهزية المركز واستعداداته وأثنت على أداء العاملين فيه وحثتنا من أول يوم أن نحن نقدم خدمة نوعية متميزة لراحة المتعاملين وإسعادهم كانت هذه الثقة الغالية يعني على قلوبنا أعطتنا دافع أن نحن ما تعدي 2016 مركز زعبي الصحي لهو منضم لقافلة العشر مراكز الصحية السابقة التي حصلت على الاعتماد الدولي في مايو 2016 فالحمد لله تحقق الإنجاز في فترة قصيرة جدا خلال أربع شهور من افتتاح المركز ومش بس يعني أن أتحقق لا أتحقق بنسبة مئة بالمئة يعني شغلة كبيرة هاي الدكتورة هي محمود وتكلمنا احنا مز كيف أن حصول على الاعتماد دولي شيء مو بسهل أبدا وياخذ مجهود كبيرة أنا واجه معايير فصراحة هنيكم على هذا الإنجاز يمكن الجميل في الموضوع أن المركز تم بناء حديثا أنزين فوفق المعايير المطروحة في هذا المجال وأيضا استفادت العاملين في هيئة الصحة وأخذهم الخبرة المناسبة في عملية التعامل مع المعايير الدولية التي يجب أن تتوفر في منشآتها فكانت هناك يعني كان هناك تعاون جميل ما بين جميع الإدارات والقطاعات في هيئة الصحة لإخراج هذا المركز بالصورة هذه يعني هذه ما أدري أنا أحس أنه وايد كبير أنا واحد يأخذ 100% إنجاز يعني حتى مو بتسعة وتسعين 100% 100% يقول كذا تحلم أحلم حلم كبير لا تحلم حلم صغير طيب شو هي المعايير اللي تحققت للوصول لهذا الإنجاز يعني أنا بغير أسر كيف حصل المركز على هذا الإنجاز وشو هي المعايير اللي حطها المركز في باله أنت ذكرت أنه وقت قصير لكن نحن كنا حاطين في بالنا نحن نأخذ الاعتماد أسوة بالمراكز الأخرى صحيح محمود طبعا مثل ما قلت أخي محمود نحن متابعة الإنجاز منذ وضع الحجر الأساس الأول لمركز عبيد صحي كان فيه فريق مشكل من هيئة الصحة في دبي لمتابعة الإشراف على المبنى طبعا والتأكد أنه بناء المركز مطابق للمواصفات الحالمية ومنذ أول يوم من افتتاحه تشكلت فرق عمل واضحة وتوزعت المهام نتأكد أن كل الاشتراطات الصحية موجودة طبعا هي المعايير المعايير التقييم أكثر من 112 معيار ويدققون على 437 مؤشر المعايير دقيقة جدا من ضمنها مثلا سلامة المبنى من ناحية أجهزة الإنذار وتدريب العاملين على الإخلاء الوهمي في حالة نشوب الحريق من ناحية سلامة حتى الأبواب اللي هي الأوتوماتيكية من ناحية تهوية المبنى من ناحية غرف العزل من ناحية دقة وسلامة الأجهزة الطبية والفحص الدوري لها من ناحية حتى تعرف الكرسي المتحرك اللي نحن نضع عند الباب للمراجعين هم ذوي الاحتياجات الخاصة يتم التدقيق عليه هتقد عليه المقيمة تتأكد أنه هو صالح العمل ولا لا صحيح وهل هو صار صيانة دورية أم لا لها الدرجة يعني تخزين الأدوية وحفظها وصارفها يعني حتى الأدوية يمسكون الدواء من أول نحن ما أخذيناه من الشركة المصنعة إلى أن استلمنا وخزننا في مخازننا كيف تمت عملية انتقال يعني رحلة هذا الدواء حتى يتم صرفه للمريض يعني أن يكون بحالة جيدة من ناحية المقيمين يتبعون رحلة المتعامل نحن نسميها تتبع مريض من أول دخول للمركز الصحي التسجيل يعني الكاشف رحلة المريض في المركز رحلة المريض إلى أن يغادر المركز تشوف رحلة المريض كيف أنه يعني دقيقة ويعني سليسة فيها محافظة على سلامة المريض وفيها محافظة على سرية معلومات المريض خلال رحلتها حتى التقارير الملفات الطبية كيفية تحفظها المحافظة على سرية معلومات المرضى وهين يتم حفظ الملفات منه اللي يعني يدخل داخل كيف الأكسس هل هو أكسس سيكيورد للملفات أم لا التدقيق أيضا على شهادات العاملين في المركز الصحي صحيح التأكد أنه من دقة ومصداقية الشهادات للشهادات العاملين وكذلك التدقيق على مؤشرات الأداء وغيرها جميل جميل ما شاء الله يبين جهد جبار دكتورك ليثم طبعا يعني دقيقين على كل عملية تتم في المركز وفي المركز تتم ملايين العمليات خلال اليوم ممكن تقولينه شو اللي يميز مركز زعبيل الصحي الخدمات المميزة اللي تتوفر عندك في مكان المميز في زعبيل طبعا الحمد لله رب العالمين مركز زعبيل هي حتى لما جتنا المدير التنفيذي للجوينت كوميشن انترنشنل الأسبوع الماضي امبهرت بمراكز رعاية صحية الأولية في دبي هذه هي تنا من يونيت ستيت من الولايات المتحدة الأمريكية قالت عندنا خدمات نوعية موجودة في أماكن السكان اللي هي تسهل عليهم إنه ما يضطر يروح لمستشفى لحصول على الخدمات الخدمات في الفريج مثل ما نقول كل الفريج وتلاقي إلا فيه عيادة عدالة صحيح من هذه الخدمات يعني قسم الأشعة مزود بالألترسان مزود بجهاز فحص الثدي مزود بالأشعة المختبر مجهز بكافة أجهزة البيوكيميستري وتحليل عينات الدم اللي يتم إطلاق نتائجها خلال 24 ساعة لتقريبا 80% من عينات الدم عندنا أنا بأخذ بس بعض الرسائل الرسائل على السريع كان عندنا حدي قصد محمود نرفع القبع على فريق العمليات الجراحية بمستشفى راشد لمرضى السمنة بقيادة الدكتورة علي مزروعي والدكتور فيصل بدري صباح الخير يستاهلون يستاهلون ماشوال أحد كان يتكلم أثنين دخلوا لي يعني محادثة في السياسة يا جماعة الخير برنامج صحي وين داشين السلام عليكم يا شباب يعطيكم العافية جدا ممتاز التدقيق المتكرر لصحة وسلامة الجميع صحيحي نزين في حد كان يقول السلام عليكم ما هو سر تفوق دبي اقتصاديا هل هو الاستثمار؟ هذا السؤال تسألي لأصحاب الشأن نزين الوجبات السريعة لتأثير على الصحة ما نتكلم عن هذا الموضوع بعد ما نخلص من مركز زعبين بالدكتورة أهم الخدمات التي تقدمونها طبعا نحن أهم خدمة نقدمها هي خدمة طب الأسرة وبالإضافة إلى خدمات صحة الأم والطفل وعيادة السكري وعندنا أيضا عيادات تخصصية مثل عيادة الأنف والأذن والحنجرة وعيادة العيون جميل في سؤال ما أدري ما أعتقد أنتم المخولين تجاوبون عليه بس كانوا يقولون متى بتفتحوا مركز المزهر 24 ساعة نوجه هستوان إن شاء الله الدكتورة ليلى مديرة المنصر ودكتورة أمل ودكتورة منال ودكتورة منال إن شاء الله يا رب يعني أعتقد أنا على حسب معلوماتي البسيطة لأن المفروض أنا ما أصرح عنها لكن بيني وبينكم لا يطلع الموضوع آه بيني وبينكم إن في أكثر من مركز راح يكونون إن شاء الله 24 ساعة أنا أتوقع محمود حسب نظرة دبيل على المستقبلية كل شيء بيكون مفتوح 24 ساعة فلا تتوقف الخدمة عند ساعة محددة جميل سؤال التأمين الصحي بتكلم عنه إن شاء الله بأخذ بعد الفاصل لكن خلونا نخلص من موضوع الزعبير يعني من المراكز المهمة جدا ممكن إذا في برنامج في الطب الوقائي عن مكافحة السمنة لدى الأطفال في المدارس أعتقد في عنا برنامج في هذا الموضوع صحيح يجب استثناء الأطفال والنساء وسماح لهم بزيارة الطبيب متخصص مباشرة سؤال بخصوص التأمين الصحي هذا إن شاء الله ما تكلم عننا الموضوع نزيل دكتورة مركز زعبيل غير عن باج المراكز مركز الوحيد اللي قدر ياخذ أمية بالأمية نزيل عشان تي نحن نبغي تتواجهين كلمة أخيرة في هذا اللقاء تتحدثين فيه عن هذا المركز تتحدثين فيه عن هذا الانجاز اللي تحققوا أيضا تقولين بس وين القطاع الجغرافي اللي يخدم المركز نعم أخوي محمود مركز زعبيل يخدم قطاع زعبيل والخدمة اللي قدمها يعني خدمة الحمد لله رب العالمين نالت على اعتراف دولي وخدمة موسعة لكافة فئات المجتمع من أطفال من نساء كم تقريبا الفئة اللي تخدمونها؟ 50 ألف؟ 41 ألف ألف نسمة في المنطقة الجغرافية التابعة للمركز زعبيل طيب دكتورة نحن نتمنى لكم توفيق مشكورة وايد على وقتك وإن شاء الله يا رب سنة ريائية 150 مليمية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مئة في المئة وهذا الاعتماد الأول من نوعه في العالم فاصل وما يرجع لكم إن شاء الله بعد يفاصل عندنا موضوع وايد جميل ما يتكلم عنه فتابعونا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي دكتورة كنا نحن ما نتكلم اليوم موضوعنا الرئيسي إن شاء الله عن الإنفرموز لكن قبل ذلك خلينا بس نمشي على بعض الأسئلة السريعة اللي يتنا من الجمهور والمتابعين في واحد من الأشخاص يقول ممكن إذا في برنامج في الطب الوقاية عن مكافحة السمنة لدى الأطفال في المدارس فيها تحت الصحة المدرسية محمود موجود عندنا برنامج مكافحة سمنة الأطفال موجود فخر زعبي الستاف شكرا كيف أدخل لدبي؟ ديش بالمطار؟ ديش بالبر؟ بالبحر؟ أنا من محبية شرب الكرك خاصة في الفترة الصباحية هل هالشي من العوام الرئيسية للسمنة؟ أجل إن الكرك ويت في شكل رقم واحد رقم ثلاث تخدمون الحليب المركز حليبات المركزة المعروفة يعني الغنية بالدهون ما ننصح فيه كوب واحد في اليوم ما علي بس مو أكثر دكتورة وفا عندها خلطة للكرك الصحي لازم نيبها مرة تقول عن خلطة تعالى لا وطرحناها أظن في البرنامج مرة لكن بحمده شوفوا لي دكتورة وفا لأسبوع اليار خلونا نستضيف عندنا في البرنامج على أساس أن تعطينا بعض النصايح التغذوية زين اللي وفرت لنا تأمين عندكم تخصص طب رياضي أنا تخصصي طب رياضي لحسب علمي ما عندنا في الهيئة بس تخصص جميل ترى ونادر موبايد ناس عنهم مهم الاندي ياضن يطلبونهم أكثر نسيت موضوع الكرك الكلطايح في الكرك لا قلت توني قال محمد السلام عليكم لو سمحت بدي أسهل سؤال اسألي على طول طرحي السؤال لا دوني لو سمحت لا محد هذا شسمي يستأذن على طول روحوا الأسئلة اللي أنت تتبعونها عموما نرجع على موضوع الانفلونزا طبعا أنت مزجمة تكتورة ايه والله محمود صالي سبوع ونص منزل ليش ما تصيرين بعيد شوي كنت هنا قلت لي تعاليني عشان البت يخاف عادي طيب في انتشار ملحوظ لمرض الانفلونزا خصوصا عند الأطفال هذا المرض يعني بتشوفون الاحيان الصغارية ما شاء الله كلهم الكحون مخاطي على الخلف ينازل سيلان محمود سيلان هذا هو نادر ما تحصلين طفل شي خشمة نظيف هالأيام ها دكتورة ترى المشكلة عند الأطفال هي ها السيلان هو بداية المشاكل كلها ترى يعني ها السيلان يبتدي بعد يبتدي الكحة والتكرام البلغام والترجيع فالله يعنكم موسم صعب صراحة أنا رحي ما في لي صوت جميل طيب انا في كل لحظة بأخذ شوية أسئلة المشاهدين وبرجع مرة ثانية حق موضوعنا إن شاء الله هذه اللي قادة بدي أساسها نقول ولدة قيصري بنفع ألعب رياضة عشان التراهلات وشد البطن ممكن تلعبين رياضة بعد على أقل أعطي نفس الشهرين إلى ثلاث وشهور ولكن لازم تتشيرين طبيب النساء اللي ساوتتها العملية لأن امرأة عن امرأة يفرق فيها عمليات قيصة تطلع ما فيها مشاكل في بعض المكان عندهم التصاقات أو مشاكل أخرى فالأفضل تتشيرين اللي ساوتتها العملية أولا بعدين تقديرين ترجعين لموارسة الرياضة أنا بحاول بس التطرق للأسئلة والتعليقات الخاصة بالمواضيع الصحية الثاني أنا ما عندي إجابات لها هل شوفان تسبب السمنة كثرة تناولها؟ هي كثرة تناولها صح محمود ولكن هو غذاء مغذي يعني كالشوربة أو مع الحليب غذاء مغذي بس ما نكثب منه لأن القمح وعبارة عن القمح فيه سعرات حرارية كثيرة لو سمحت بخصوص الرياضة هل يجب ممارسة الرياضة يوميا أو في الأسبوع ثلاث مرات؟ خمس مرات نحن ننصح بالعادة إذا تبقى ينزل وزنك ساعة وحدة خمس سيان في الأسبوع إذا تبقى تحافظ على وزنك أنت وزنك زين نص ساعة خمس أيام في الأسبوع جميل طيب سبحان الله عندي بعض المتنمرين إلكترونيا اللي يدخلون من غير هوية فأنا هذا أنا أقول له يعني يدخل على الحسابين بعده عقب شوية خاف يدخل على الحساب الخاص عفوا شو اسم الدكتورة الفاضة الدكتورة نادل ملة طبعا أي مدير عودة في مركز البرشة ثلاثة أربع مدير طيب تقول هذه مرة لعت رياضة صار معي ألم شديد وحكولي المشد خطير للقيصري هي نفس اللي كانت تسأل عن القيصري طبعا من شي حبيب تقول شي اعتمد من حالة إلى أخرى ما أقدر أحكم على الهوام غير ما أتوفه أو أفحاص شو أعرف تاريخ العملية فعشان شي قلنا أو شي قلت تشوف الطبيب بعدين أنا حامل مبنى يعني هذه المستمع أنا حامل شهر الأول يصير أعمل رياضة ولا في شهر سبع وثماني فقط لا الرياضة من بعد الشهر الثالث اللي هون بعد 12 أسبوع ويفضل آخر شهرين ما تكون رياضة عنيفة يعني يكون مشي فقط بس من أول شهر ممنوع الرياضة جميل لو سمحت بخصوص الرياضة هل يجب قلنا الرياضة بعد الأكل شو أضرارها دكتورة لا تسوي سوء هضم كبير لأن بعدما ناكل الدم يتوجه كله إلى المعدة للهضم فإنت ذا ما رس رياضة فيطلع الدم عن المعدة يروح للجزء اللي هو فعال شغال الآن اللي هو أطرافك هنا عشان الرياضة فالمعدة ما تقدر تهضم فيسوي سوء هضم كبير على أقل ساعتين إلى أربع ساعت بعد الأكل المفروض ما في رياضة حتى المشي نرجع لموضوع الإنفلونزا اللي عنده أسئلة عن الإنفلونزا يكلمنا الحين ما نحاول نركز على هذا الموضوع لأن خلاص بادلنا تقريبا عشر دقائق على البرنامج صحيح في بعض أراه حول الإنفلونزا سببها فيروس وليس البرودة في الجو صحيح الإنفلونزا سببها فيروس معظم الأحيان وبكتيرا في بعض الأحيان وليس البرودة في الجو ما لها علاقة ما لها علاقة خلينا نتكلم مرة ثانية دكتورة عن الإنفلونزا نحن انتشارها والعدوى اللي منتشرة نحن نسميه الفيروس فايح نقول عنه إنفلونزا هو مرض يصيب الجهاز التنفسي طبعا كل حد يعرفه سبعين ثمانين بالمئة من الحالة يكون سببها فيروس وفي حالات قليلة يكون سببها بكتيري أعراض الإنفلونزا هي العراض المعظمنا يعرفها يكون فيه سيران في الأنف كحة ارتفاع في الحرارة ألم في الجسم ألم في المفاصل هذا بالنسبة للناس الصحيين ما نقول لها الناس الصحة معناها لا يعانوا من أي مشاكل صحية كبيرة مثل ما عندهم ضعف مناعة ما عندهم سكري مش أطفال موب كبار جدا في السن فبالعادة تكون هذه أعراض الإنفلونزا سؤال دائما نينة هل كل شخص يصاب الإنفلونزا لازم يسير للطبيب؟ لا هذا احنا دائما لميون العيادة نقول يا جماعة إذا يدكم معرض الإنفلونزا لت يون العيادة ليش؟ لأن انت لما تدخل أي مركز صحي أو أي منشأة صحية فانت تاخذ من الفيروسات اللي موجودة هناك لأن طبعا كثير من الناس يروحون في نفس الوقت لنفس المنشأة الصحية ففي أكثر عن الفيروس يكون موجود في نفس الوقت متى أوكي يقول فمت شو مفوض أنا أسوي؟ تتبع العلاجات العادية في البيت مثلا شرب الأشياء الدافية تاخذ أدوية مخفضة للحرارة أدوية للألم ممكن تستشير طبيبك إن شو ممكن أسوي في حالة الإنفلونزا نعطيكم الأدوية مالة الإحتقان بس ما تروح للمستشفى إلا في حالات معينة ومتى لازم أسير عندي الطبيب إذا عندي ضيق نفس كبير إذا عندي حرارة ما تنزل أبداً إذا أنا عاني بالمشاكل الصحية عندي سكري من زمان وسكري مش منتظم أخذ أدوية مثبتة للمناعة الأطفال الصغار جداً يعني تحت عمر السنتين الحوامل والكبار جداً في العمر والناس اللي لما تيهم عدوات الإنفلونزا تتحول إلى التهاب في الصدر ويدخلون على أساسها المستشفى الناس تعرفها باسم النمونية تطعيمات دكتورة تطعيمات ضروري تطعيم الإنفلونزا متى فوت تاخذونه؟ بالعادة تطعيم الإنفلونزا ينعطك قبل بدء موسم الإنفلونزا بالعادة من شهر 9 إلى شهر 12 أو شهر 1 بعد أحياناً يعطونا واحد يسأل ليه لما نأخذ مطعوم الإنفلونزا نمرض بنفس الأسبوع؟ نمرض لأن تطعيم الإنفلونزا عبارة عن هو الفيروس نفسه نحن نأخذ الفيروس ونضاعف الفيروس شوية وردنا حقنا في جسمك فتلاقي بعض حتى ما تكون أعراض الإنفلونزا كاملة محمود يكون تحس ببدء كأنه أعراض الإنفلونزا خفيفة تيك وتطعيم الإنفلونزا لا يقي من الإنفلونزا في ناس عندهم مفهوم خاطئ إذا خاطت تطعيم الإنفلونزا معنا ما بمرض لا تحتيك الإنفلونزا ولكن تأتيك جداً 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 خفيفة الحرارة رح تكون أقل مدة المرض تكون أقل تطورات المرض عندك رح تكون أقل يعني ما رح تتيك التهابات الصدر وينزع صدرك والسينومونيا وهذا تكون اسمتها وايد أقل من لو أنت ما أخذت الإنفلونزا تطعيم الإنفلونزا سنوي حتى لو أخذت السنة فاتت لازم تأخذها السنة كل سنة طيب دكتور أنا برجع حلقة السنة للجمهور طيب بدي طريقة للسمنة وزني 47 بدي أنصح عاولت كثير آكل وأعمل خلطات على الفاضي لازم تشوف طبيب تغذين طلبك تحاليل وعلى أساس تعطيك نظام غذائي فيه كيلوريز عالية تساعدك في زيادة الوزن وفيه ناس عندهم أصلاً الإيض عالي يعني الحرق عندك يكون عالي فمهما تسوي ما رح يزيد وزنك طيب ابني عنده سنتين ويواجه صعوبة في التنفس أثناء النوم يصدر أصوات لأن التنفس يتم عن طريق الفم سوينا أشعة قال الدكتور إن اللحمية من الضخمة من نسبة 70% وما يساوي عملية الحين لأنه صحير أفضل تتنبع ثلاث سنوات، شو رأي سعادة الدكتورة؟ أو شكراً شكراً، له هذا كلام صحيح ليش إحنا ما نسوي يا جماعة؟ إحنا ما ندخل جراحياً في هال العمر الصغير إلا لو كان يسبب للطفل هو يسمونه سليب أبنيا أو توقف النفس خلال النوم بس في الحالات العادية بس يشاخر في صوت خلال النوم يبطل حلجه نايم هاي بالعادة ما ندخل فيه جراحياً لأنه ممكن مع العمر تصغر وتروح روحها فعشان تي ما ندخل الحين نحن برجع للأسئلة مرة ثانية مرة ثانية هل يشوفون تسبب السمنة كثرة تناولة؟ جاوبنا علي هذا التورة إيش أفضل وأكبر من ستشفي الحكومي في الإمارات؟ كل من ستشفياتنا الجميلة وجيدة فيها خير وبركة لو سمحت بخصوص الرياضة هل يجب ممارس الرياضة يومياً؟ نجاوب علي في بعض آراء حول الإنفوينزة هذه بعد سببها فيروس وليس البرودة هي قلنا فيروس نزيل الوخص في الظهر واليدين إيش أسبابها؟ عندها ويد لا أسباب نقص بـ 2-12 مشاكل في العمود الفقري ديسك في ويد لا أسباب طيب أخ محمود على طول اسأله ولا حد يعني يسوينا رسميات سوشال ميديا هذا هل تعتقدين أن الإنفوينزة لأن الجو متلوث عندنا في جونا؟ لا ما لخص ما لخص التلوث يعني ما في دراسة تقول أن التلوث في الجو هو يزيد نسبة الإنفوينزة لا سمعت أن إبرة الإنفوينزة تقلل مناعة جسم الإنسان في أوروبا لا يعطون هذا النوع من الإبر؟ كلام غير دقيق طيب وهل الألم في الجهة اليوسرى من الصدر دليل على المرض بالقلب دائما؟ مو بشرط وايد لا أسباب حتى غازات البطن تسوي ألم في الجهات معينة من الصدر بس يفحص دكتورة مفروض لازم تفحصون يعني تأخذون رأي أنا أقول لكم رأي هنا ليس شرطا ولكن روح تشارة واحدة للطبيب وبعده نرتاح جميل شنو الأشياء الطبيعية للتحصين؟ شوية كيف يعني التحصين؟ أنت ذكرت قلتي يشربوا شيدات ها عشان للوقاية من الإنفوينزة يعني مهم جدا جدا طبعا أن يكون عندنا ندخل فيتامينات الطبيعية من الطبيعة الخضرة والسلطة يوميا في أكلنا اليومي لأنه غني فيتامين سي وتساعد الجسم فينا شوية يكون عندنا مناعة أكثر للإنفوينزة غسيل يد جدا 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 مهم وتطعيم الإنفوينزة سنويا إذا يدكم الإنفوينزة عليكم الأشياء الدافية اخذوا خافضات الحرارة ارتاحة والراحة جدا مهمة جزء مهمترا محمود من الإنفوينزة جميل عندنا سمعت يفضل عدم أخذ الأدوية في المضادات الحيوية راح تقلل مناعة الجسم يفضل أخذ الأكل الصحي صحي مثل زنجبيل الليمون العسل في الحالات معينة بس في حالات إذا تحتاج الطبيب قال تحتاج مضاد يعني تحتاج ولكن معظم الحالات لا يحتاج في أوروبا يعطون أدوية إذا عندك الفوينزة حتى عندنا نعطيك أدوية تخفف من الأعراض بس ما نعطيك مضاد نزيل لو سمحت بخصوص الأدوية أدوية تنزيل الوزن هل صحي أم لا ما في دوء أثبت أنه قام من 100% عشان شي مش موجود حتى عندنا في الهيئة عندي وجع بالجهة اليسرى واخذات بالظهر واليدين تراجع طبيبك شو علاج الثعلبة في اللحية راجع الدكتور أنور الحمادي طبيب جلدية نزيل بس عادة دكتورة يعني الواحد هناك سؤال يقول كيف نرفع الأيض في الجسم عشان ما نمتن؟ بطريقة الأكل ترى يعني كيف طريقة الأكل؟ يقولك طريقة الأكل الصحية عشان ترفع الأيض وتحرق أكثر أن يكون أكلك عبارة عن ثلاث وجبات أساسية واثنين سناك بحيث أن الأيض يتم عندك دائما عالي وتكون كميته مدروسة فتشوف طبيب خبير تغذية عشان يقول كيف تقسم الوجبات فيرفع لك الأيض؟ هذه الدكتورة شو هاي دكتورة طب أسرة؟ طب عائلة أجل طب عائلة نزيل أوكي هل مضادر للأطفال دكتورة؟ مضادر للجميع الكبار والصغار إذا صرفت من غير حاجة أنا رد وأقول عشان ما أدقوا مضادة كلها مضادرة إذا صرفت من غير حاجة إذا صرفت من غير حاجة طيب اللي كان يسأل عن ولده دكتورة اللي عنده توقف في التنفس هنا النوم اللي عنده لحمية بـ 70% يقول يحصل ويتوقف النفس الثاني ويشهق وايد للثانية ما أقدر أحكم أخي بس عن طريق رسائل ترى لازم نشوف الطفل ونشوف تقريد طبيب الأنف وإذا نحن نجرم نزيل أسأل سؤالي حاضر سؤالة تقول بنتي معها أسهال من فترة وسلقت لها بطاطا وجبت علاج مشان يعمل معها أمساك على الفاضي شو الحل؟ الإسهال في الأطفال أحيانا كم عمر البنت مكتون؟ ما مكتون الإسهال في الأطفال وايد لأسباب صغيرة صغيرة واعتمد على عمر الطفل يعني بس إذا الإسهال كانت عندها أكثر من عشر تأيام ثلاثة أربعة وخمس مرات في اليوم الأفضل تشوفين طبيب ممكن يكون عندها مشكلة في القولون ممكن يكون عندها فيروس لأنه ممكن يسوي لها جفاف عشان تشين خاف من الإسهال اوكي أنا كنت دايما باخذ علاج مضاد حيوي بس الحمد لله يعني كاتب كلام مناعتي زينة زينة أنا في عند ممرضة من يومها وهي بطلت يا أخي الله يسامحك يعني على تاريخك اللي ما لداعي عموما سبحان الله عادة نحن لما نتحدث هذا موضوع وايد مهم خارج الصحر نحن عندنا دقيقة بس سامحونا خلاص ما نوقف 11 شهر بنتها آه فالعمر صغير احتوال يكون مع التسنين بس بعد شوفي طبي دائما نقول نفحص الطفل أول شي نطلبها تحليل أو ثلاثة بعدين نقولك نطمنش نكالشي أوكي جميل سلام عليكم عندي سؤال بخصوص كياس دهنية وايد في الجسم آه هي حالة شائعة ترى محمود وهي الناس عندنا مكاز ذهنية بس بعد لازم تشوف الطبيب نشوفها احنا نفحصها جميل دكتورة كيف الدكتور يوصف لولدي سبع شهور دواء الكحة يرقد ما عرف انا شو حالة الطفل المفروض الكبار ما عرف شو الحالة فما اقدر احكم هل يوجد اكل صحي قوي المناعة وما هو الفيتامينات في الخضروات والفواكه جدا تساعد في تقوية المناعة عموما انا بوقف استقبال اسألة بس انا عندي هذا التعليق يعني خارج النطاق الموضوع يا جماعة الخير انت وجودك على السوشال ميديا باسم مستعار او من غير هوية ما يعني انك انت تتنمر على الاخرين يجب انك انت تنظر لهذه المسألة انك انت تتراقب نفسك صحيح محمد قدام رب العالمين صح هذه الكلمة محسوبة عليك واللي تقولها محسوب عليك و اي شيء بتحطه محسوب عليك فخاف الله اول شيء في نفسك خاف الله في الناس اللي قاعدين يشوفونك في اطفال في كبار في صغار بعد الواحد ما يعرف انت كم عمرك اصلا لكن وهذه رسالة لأولياء الامور يا جماعة الخير انتبهوا لعيالكم انا ما اقول لكم امنعوهم ولكن تقفوهم تقفوهم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي شكرا لكم مستمعين شكرا لمتابعين عبر حسابات التواصل الاجتماعي وحتى نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة يوم الخميس الونيس خميس الونيس تقبل بتحياتي محدثكم حمود يوسف العالي من خلف المكروفون ومع الدكتورة ندى الملة ندى الملة وايضا في التنسيق حمد المعيوف وفي الاخراج المتألق دائما ايمن سرحيل ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي